فنان مصري شهير في قبضة الشرطة الألمانية بمطار برلين بعد واقعة مثيرة أفاد علاء ثابت مسؤول الجالية المصرية في ألمانيا عن إلقاء الشرطة الألمانية القبض على فنان مصري معروف بسبب حالته الشديدة من السكر وذلك في مطار برلين ووفقاً لما نشرته العربية فقد أوضح ثابت عبر حسابه على فيسبوك أن السلطات الأمنية الألمانية قامت بتوقيف هذا الفنان المشهور بتصرفاته المثيرة للجدل بعد أن أثار انزعاج المسافرين في المطار بحالة غير متزنة وأضاف ثابت أن السلطات الألمانية بادرت فوراً بحجز الفنان في غرفة خاصة داخل المطار مع وضعه تحت رقابة صارمة من الشرطة إلى حين استعادة وعيه وقدرته على التصرف بوعي تام وتابع بأن السلطات أكدت السماح للفنان بالعودة إلى وطنه بمجرد خروجه من هذه الحالة واستعادة توازنه بالكامل وأشار مسؤول الجالية المصرية إلى أن الجمهور قد اعتاد على تصرفات هذا الفنان التي تخرج عن المألوف إلا أن تفاصيل الحادثة تبقى صادمة خاصة وأن الأطفال الذين كانوا برفقة الفنان قد شهدوا الواقع كاملة ورغم كل الجدل رفض ثابت الكشف عن هوية الفنان في الوقت الحالي مراعاة لمشاعر أطفاله الذين حضروا الواقع وتفادياً لتأثير ذلك عليهم واعداً بالمزيد من التفاصيل فور استقرار الأمور